السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم سنة تانية دلوقتي هنراجع على المحضرة بتاعتنا اللي هي الأدرينا الجلاند بداية كده نعرف معلومات عامة عن الأدرينا الجلاند مراجعة من الأناتوميوليستروجي ده شكلها تتكون من كورتكس وتتكون من مضالة نعرف ان الكورتكس بتاعتها بتتقسم لتلات أماكن ليها تلاتة زونز زونة جلومريلوزا زونة فاسيكولاتا زونة ريتيكولاريز كل واحدة بتفرز ايه؟ زونة جلومريلوزا بتفرز لي منورو كورتكويتز وبالتحديد الألدوستيرون الزونة فاسيكولاتا بتفرز لي الجلوكو كورتكويتز وبالتحديد الكورتزون الزونة ريتيكولاريز بتفرز لي السكس هورمونز وبالتحديد الأندرجين وبالمرة نقول ان الميضالة بتفرز لي الكاتيكولامينز اللي هما الأدرينالين والنور أدرينالين طيب بيقولك بها هنا اني بيه كده قبل من نبدأ محاضرتنا يعني عندنا تلات هورمونات هما هنتكلم عنه في محاضرتنا النهاردة والباراثيرويد هرمون ده من محاضرة الثيرويد اللي فاتت أظن السؤال ده جالنا قبل كده لما كنا في سنة تانية فبرضه هو موضع سؤال مهم جدا امسي كيو أو كمان اللي هو كومبليت نيجي بقى نتكلم على الهرمونز بتاعتنا أول حاجة عندنا المينرولو كورتيكويدز أو بالتحديد المين هنتكلم عن الالدوستيرون فيهم بيتفرزوا منين؟ بيتفرزوا من الزونة جلوميريولوزة زي ما احنا نسألين وهما الالدوستيرون بالتحديد والهرمون تاني اسمه ديزوكسي كورتيكوستيرون مش هنجيب سرته أصلا يعني وبس كده انتوا عارفينه جنب الالدوستيرون وخلاص الاكشن بقى بتاع الالدوستيرون بيشتغل على ايه؟ هو بيشتغل على كذا أورجن أول أورجن اللي هو الكيدني تاني أورجن اللي هو الانتستن والكولون تالت أورجن اللي هو الايه اللي هو مصلي على النبي الـ body secretions هو مش أورجن قوي يعني وبشتغل على الـ skin في الـ sweat وبشتغل على السلايفا كمان بشتغل على الملك فالbody secretions بقى عين المهم يعني ان فيه جملة هنوحدها في التلاتة دول التلاتة أماكن دول اللي هم ان الالدوستيرون بيعمل لي sodium motor retention وبيعمل لي potassium excretion دي جملة هنوحدها على الاكشنز بتاعته كلها واخلال المحاضرة كلها كل ما تيجي سيرت الالدوستيرون افتكر على طول اللي هو sodium motor retention وبوتاسيوم excretion ماشي؟ فهو فكدني بيعمل بالـ sodium من والـ distal convoluted tubules كمام؟ طيب وفي المقابل هو مش يسحب السوديوم لوحده احنا لسا ألين ووتر معاه فايه بيزيد نتيجة الايه مية زيادة اللي بيسحبها مع السوديوم ويه كمان بيعمل لنا excretion للبوتاسيوم زي ما قلنا بس هنزود على الجملة بتاعتنا ان هو كمان بيطرد مع البوتاسيوم بيطرد مع الـ hydrogen ion وكمان بيطرد معه الماغنيسيوم فهنزود على الجملة بتاعتنا الـ hydrogen ويه الماغنيسيوم بالنسبة للكدني فبالنسبة للإنتستين هو بيعمل absorption بيزود الـ absorption بتاع السوديوم من الإنتستين وكمان بيزود لي excretion بتاع البوتاسيوم ان هو يبقى ايه طبيعيك سيكريتد في الستولي ويه الـ body secretion زي ما قلنا عندنا الـ sweat والـ saliva والملك هنلاقي فيهم النسب معكوسة بقى يعني هو دلوقتي بيحافظ او بيزود ايه في الدم؟ بيزود في الدم او في الجسل السوديوم وبيقلل البوتاسيوم اما لو جي تحلل مثلا الـ sweat او السلايبة او الملك هلاقي فيهم العكس هلاقي فيهم البوتاسيوم السوديوم قليل والبوتاسيوم زي ودي نسبة او حاجة بديهية جدا لكن بتلخبط في الـ MCQ احيانا فركزوا لو سألكم على الـ body secretion ركزوا ان هو بيتكلم على حاجة تردت من الجسم فاللي هيترد من الجسم هو عكس اللي نفضل في الجسم ماشي الميكانيزم بقى اف اكشن ازاي هو بيعمل الحكاية دي لكن الـ كاستيرويد يعني هو بيبقى محتاج بايندين بروتين علشان يمسك فيه فبيبقى ليه بايندين بروتين باسمه اللي هو الـ بايندين بروتين تمام ده موجود في الكدني وموجود في الاندستين بيعمل ايه الالدستيرون برضو تاني بيعمل سنسز ليه حاجة اسمها الـ او الالدستيرون انديوزد بروتين ده بيقاليه دايريكت اكشن على السوديوم ترانسبورت عن طريق ان هو بيشتغل على ثلاث اتجاهات الاتجاه الاول عند اليومنا البوردر تمام عند اليومنا البوردر بيروح يعمل لي او يعمل لي فورميشن اللي حاجة اسمها البريميز البريميز ده هو عبارة عن مبريناس بروتين هدفه في الحقيقة كلها ان هو بيزود البسف ترانسبورت بتاع الايه السوديوم جوه السلم تمام بيدي عبارة عن مبريناس بروتين بيعمل برميابلت يعني لبعض الايونز فهنا انا هدفي ان انا زود السوديوم جوه الخلية فعن طريق الايه البسف ترانسبورت طيب اه تاني حاجة عند البيزل بوردر عند البيزل بوردر بيزود او الكفاءة بتاعة الايه السوديوم بوتاسيوم بومب عن طريق الحاجة التالتة بقى ان هو بيروح للميتوكندريا ويخليها تصنع اي تي بي اكتر وبالتالي بيزود الكفاءة بتاعة السوديوم بوتاسيوم بومب ودي الحاجة اللي هي الايه الاكتف ترانسبورت انا عندي باسف ترانسبورت عند اليوم للبوردر واكتف ترانسبورت عند الايه عند البيزل بوردر وكده انا زودت نسبة سوري السوديوم جوه الخلية تمام ده كده بالنسبة للميكانزم بعد كده نشوف بقى الكنترول ايه زاد في الجسم ده معناه ان الشخص دخل في هايبركاليميا الهايبركاليميا دي حاجة مضرة جدا علشان هايبركاليميا معناها اسيدودس تمام ففي الحالة دي الالدوستيرون لازم يتدخل ويبدأ يتفرز علشان يعمل ديبلوريزيشن للأدرينال سيل ويزود الكالسيوم المهم يعني في النهاية ان هو الالدوستيرون بيتفرز ويروح طارد كمية البوتاسيوم الزيادة ويعالجلي الهايبركاليميا اللي حصل ده كده اول حاجة تاني حاجة الرينين انجيوتينسين سيستم الرينين انجيوتينسين سيستم لو كنتوا سمعتوا عنه قبل كده في الهايبرتينشن فالرينين الحكاية بتبدأ بالرينين ان هو بيتفرز من الجاكستا جنوميرير أبريتوس اللي موجودة فين في الكيدني بيتفرز بعض الكونديشنز كده تحت بعض الكونديشن زي ان مثلا يحصل ديسترابشن للرين البلوت فلو ان كمية الدم اللي رايحة للكيدني تقل اي سبب من الاسباب فالكيدني ساعتها ما بتسكتش وتبدأ تطلع لي الرين تاني حاجة ان النسبة او الكونسنتريشن بتاع السوديوم يقل في الجاكستا بلوميرير ريجن ودي حساسة جدا للسوديوم معنى ان السوديوم فيها قل ده معنى ان هو قليل في الجسم ففي الوقت ده بيبدأ الالدوستيرون يطلع علشان يعمل لي ري ابزوربشن للسوديوم ويزود لي نسبته تاني تالت حاجة لو زاد البيتا ادرينيرجيك اكتيفتي علشان السيمباساتيك نيرفو سيستم عموما بيزود الرينين سيكريشن عن طريق البيتا ريسبتور طيب بعد كده نقول بقى الرينين بيعمل ايه الرينين بيروح يعمل لي كونفيرجن لحاجة اسمها انجيوتين سينوجين وده بروهرمون موجود في الليبر احنا عارفين ان اي حاجة خيرها جنه هو بروهرمون محتاج لسه اكتيفيتشن فهيتحول لحاجة اسمها انجيوتينسين 1 انجيوتينسين 1 ده برضو بيتحول لحاجة اسمها انجيوتينسين 2 عن طريق انزيم كده اسمه ACE لو سمعتوا عنو او اسمه انجيوتينسين كونفيرتينج انزيم ده موجود في اللونج و بيحويل انجيوتينسين 1 الانجيو تنسين 2 بقى الافكت بتاعه ايه الافكت بتاعه ببساطة هو بيعملي فورميشن وريليز للالدوستيرون within minutes في خلال دقايق يكون الالدوستيرون مفروض على طول تاني حاجة بيعملي اللي موجودة في الكدني تمام يرواب برضو بيعمل انترابشن في البلاد فبتبدأ تقل تزيد وهكذا سايكل تالت حاجة من ضمن الاكشنز بتاعتي اللي هو بيزود السوديوم ريتنشن وبيزود كمان الووتور ريتنشن معيها من الرينال تبيولز وبالشكل ده يعني هو بيعملي بيعملي هايبرتنشن او بيرفعلي ضغط الدم تمام ده اللي هو بتاع الانجيو تنسين 2 بعد كده تالي حاجة تالتة اللي بتعملي كنترول للالدوستيرون سيكريشن لو حصل تشينج في السوديوم بمعنى انه هو العين ده دخل في هايبو ناترينيا تمام ففي الوقت ده بيتفرز الايه الالدوستيرون علشان يعملي ريتنشن ويعادل النسبة رابح حاجة بقى انه هو لو فيه الفوليوم ريسيبتورز الفوليوم ريسيبتورز دي يا جماعة اللي هي بتبقى موجودة على الفينز وعلى الاتريم فالاتريا والفينز لو نسبة الدم فيهم او بمعنى اصح البريشر يعني عليه ومقل فده معناق ان الجسم ده ده اللي وقته في حالة هايبو تينشن فمحتاج انه هو ضغط الدم يعلى فلما ضغط الدم بيوتا كده فالالدوستيرون من ضمن الحاجات اللي بتتفرز مش طبعا مش هو الوحيل بس من ضمن الحاجات اللي بتتفرز علشان تعملي سوديوموتور ريتنشن فبتزود كمية الدم وفبتدلي تزود ضغط الدم اللي موجود ايه جوه الاتريا والفينز طيب ده كده واخر حاجة بقى سوري نسيت اقولها اللي هو الالدو الاكشن بتاع الاكتو هرمون اللي هو الادرينو كورتيكو تروفيك هرمون اي حاجة فيها تروفيك تروفيك يعني بتزود افروز فالاكتو هرمون ده من ضمن الحاجات اللي بتزود لأفروز الايه الالدوستيرون وده بيتفرز بزيادة وقت الاسترس او لو ايه الجسم يعني حصل الاسترس لاي سبب من الاسباب فيعمل ستيموليشن الالدوستيرون ده كده احنا خلصنا المينيرو كورتيكويدز وخلصنا الالدوستيرون نتكلم بقى على الجلوكو كورتيكويدز الجلوكو كورتيكويدز هنتكلم بشكل اساسي عن الكورتيزون تمام بتتفرز من الزونا فاسيكولاتا الكنترول بقى بتاع الكورتيزون ايه اللي بيخليه يتفرز او الحاجة الهايبوثلامي الكنترول عندي هرمون اسمه CRH CRH ده بتفرز من الهايبوثلاميس بيروح على البتيوتري ويخليها تطلع الACH اللي هو الاكتوهرمون او الادرينو كورتيكويدروفيك هرمون تمام الاكتوهرمون او الACTH ده تاني حاجة معنا في الكنترول اللي هو من ايه من البتيوتري كنترول خلينا بس قبل ما ننتقل من الهايبوثلاميس كنترول نقول بس معلومة مهمة ان CRH ده ده حاجة اسمها diurnarism diurnarism يعني نسبة بتختلف من النهار للليل في وقت النوم او وقت بالليل بعد الميدنايت كده ده بتبقى اقل افراز يعني اقل لفل خالص للCRH ده اما بالنهار او الصبح بدري يعني ده بيبقى افراز الكورتيزول يعني بواقع عين تمام بعد كده زي ما قلنا الCRH هيروح يحفز البيتيوتري عشان تطلع الACTH اللي هو الاكت هورمون ده تمام بيتفرز من الانتيريور بتيوتري ماشي وكمان بيقولك ان الاكت هورمون ده بيساعد على يعني بتاعت الادرينا الكورتيكس الادرينا الكورتيكس تتغزى كويس وبالتالي تزود بتاع الجلوكو كورتيكويدز والسكس هورمون الاتنين مع بعض بعد كده التالت حاجة نجت بمعنى ان لو جلوكو كورتيكويدز زادت في الدم يعني الكورتيزون زادت في الدم فخلاص الجسم دلوقتي مستكفي كده ومش محتاج فبيبعت بقى نجت الفيتباك على البتيوتري وعلى الهايبو بسيقول لهم ما يطلعوش الرئتش ولا يطلعو الاكت هورمون لان هو اللي بيروح يحفزهم يعني في النهاية او سوريا هما اللي بيروحوا يحفزوه في النهاية ماشي رابع حاجة الاسترس بقى الكاتيكولامينز لما الجسم بيكون في حالة استرس سواء بعد اجراحة سواء في بين سواء ايا يكن او لو في افراز في الادريناين منور ادريناين في الجسم يعني فده بيزود افراز الاكت هورمون وبيزود كمان وبالتالي بيزيد افراز او الكورتيزون ده كده بالنسبة للكنترول الاكشنز بقى بتاعته الاكشنز كتيرة جدا ركزوا بقى كده ناخدهم واحدة واحدة وحنقول ربوتهم ببعض اول حاجة الميتابوليك اكشن الاكشن على البروتين والكاربويدريت والليمت بالنسبة للبروتين هو لي على حسب هو يشتغل فين هو يشتغل برا الليفر ولا يشتغل جوه الليفر لو هيشتغل برا الليفر فهو لي اكسترا هبارتك بروتين كتابوليزم يعني بيكسر البروتين في خلايا اللي برا الليفر تمام وكمان بيمنع ان يحصل ابتيك للامينو اصد طيب اما بقى جوه الليفر لا فهو انابوليزم يعني العكس يبدأ يبني البروتين يعمل البروتين انابوليزم جوه الليفر وكمان بيزود لي الليفر والبلازما بروتين تمام فالبروتين متابوليزم على حسب هو ببره ولا جوه الليفر تاني حاجة بالنسبة للكاربوهايدريت فهو لي اثر على الكاربوهايدريت established ويعني حاجة بتزود نسبتي الجولوكوز او نسبة السكر في الدم تمام قل لك انهو بيزود نسبة البلاد جولوكوز باي كذا حاجة اول حاجة ان هو بيعمليه انهيبشن للجولوكوز ابتيك يعني مففوضة طبيعي ان الجولوكوز ترمى انا كالت اكلها واي ان يكن زادت نسبته في الدم فيحصل اه ابتيك ويتوليزيشن للخلايا فادلوقتي هو بيمنع الابتيك ده ان هو يحصل بمعنى ان هو بيضاد عمل الانسولين يعني ماشي ليه انتي انسولين افكت تاني حاجة ان هو كمان بيروح يعمل الستيموليشن للجلوكو نيوجينيسيز يعني تكوين جولوكوز جديد جلوكو نيوجينيسيز من البروكن امينو اسيد اللي هو مرضيش يخلي التشو تعمل لها الاكسترهيباتيك تشو تعمل لها ابتيك فمش هتفضل كده موجودة بلا هدف لأ هيحولها لجولوكوز فبالتالي كده هو زود لي نسبة الجولوكوز في الدم عن طريق ايه حاجتين طيب اني بيبقى هنا بيقولك ان زيادة كورتيزون ممكن تدخل العيان ده ده في حاجة اسمها ادرينال او ستيرويد ديابيتس وده بنشوفها في العيانين اللي بيمشوا على كورتيزون لفترة طويلة سواء عندهم مرض مناعي او اي ان يكن وبنلاقي ان هم بعد فترة رجالهم ايه سكر بعد كده الاكشن بقى بتاعه على الليبت هو ليه لايبوليتك اكشن او لايبوليسيز بيعمل لايبوليسيز فهو بيزود الايبوليسيز حارق الدهون يعني والفاتي اسيدز تمام بيزود الدليفري بتاع الفاتي اسيد للليفر ويعمل لي حاجة اسمها كيتوزيز كيتوزيز ده معناه ان الجسم بيستخدم يعني الطاقة او بيستخدم الفاتي اسيدز في الطاقة فبينتج منها كيتون بادز فدي اسمها ايه كيتوزيز طيب بيقولك ان زيادة الكورتيزون دي بتزود لي الفات دي بوزيشن في الابنورمال سايتس يعني الاماكن اللي مش مفروض الجسم يخزن فيها دهون زي الفيس وزي النك والترانك يعني لو حد تخن اخر حاجة ممكن يدخن منها ويشه ورقبته واللي هو الترانك بتاعه لكن ايه ده طبعا ابنورمال فات دي بوزيشن ويه بتتسمى الحكاية دي يعني بشكل عيان اسمه هنا الاكيميليشن في الفيس بيقاسمه مون فيس والاكيميليشن في النك والترانك بيقاسمه بافل وهامب ودي يعني تعبير سيئ جدا جدا للأسف لكن دي من ضمن الحاجات اللي ايه المصطلحات اللي احنا هنقابلها لسه في المحاضرة تاني في حاجة اسمها كوشنجي سندروم اللي هو بيكون فيها كورتيزون زيادة ماشي؟ طيب ده كده بالنسبة للإفكت على اللي بد زيادة الكورتيزون بقى ممكن تؤدي لإيه؟ ممكن تؤدي المشاكل كتير جدا اول حاجة هو ليه ألدوستيرون لايك اكشن فهلاقي ان الجسم بدأ يحبز مية تمام فهتلاقي سولت ووتر ريتانشن تلاقي العيان اللي بياخد كورتيزون فترة كبيرة بيقول انه هو جسمه حبس مية تاني حاجة انتي انفلاماتري اكشن ودي حاجة كويسة عن طريق انه هو بيعمل انهيبشن للأكمريشن يعني او الترانسبورت بتاع اليوكوسايتس تمام؟ يعني هنفتكر كل الخلايا اللي بتيجي في الاميون ريسبونس يعني سوري في الانفلاماتري ريسبونس فهو بيحاول يقللها قدر الامكان بيانهيبت كمان الهايدروليتيك انزاين اللي هي بتطلع برده وقت ما يكون فيه انفلاماتري ريسبونس في الجسم كمان بيعمل انهيبشن للليمفوسايتس الخلايا المناعية كلها اللي بتروح وقت الخناءة يعني اللي حصلة دي فبيقللها بيعمل كمان انهيبشن للفايبرستيشو فورميشن كمام؟ اه وكمان بيقلل كابليري برميابلتي فبالتالي بقى مايبقاش في ايديمة في مكان الالتهاب اللي حاصل في الجسم ده فبيفض الخناءة يعني من الاخ التالت حاجة لو انتيه أيعليه انتآليرجيك اكشن يعني هو بيقللي الاميون ريسبونس في الجسم لما بيدخوله جسم غريب فهو بيقلل الاميون ريسبونس ده عن طريق انه هو بيقلل لي الانتيبادي فورميشن بيقلل الانتيبادي فورميشن وكمان بيقللảoنhores ناجدجيو الناتج عن الالرجيك رياجشن يعني لما جسم او انتجن غريب بيدخل الجسم بيفضاء جسم يستجيب خلالوا ليستجيب يعني للانتجن ده ويبدأ إنتج ضده أجسام منعية وكده فهو بيقلل بقى الانتي بادي سفورميشن دي وكمان بيقلل ايه الانفلاماتوري ريزبونس اللي ممكن يحصل بيقولك ده عن طريق انه هو بيعمل استابليزيشن للمست سيلز فتكروا المست سيلز بقى من أيام الاميونيزي كده تكتل الخلية اللي هي بتنفجر بقى وتبدأ ايه تلم الخلية المناعية حواليها فلا هو بيعمل استابليزيشن لها وبالتالي مبيحصلش الاليرجيك الرياكشن ده بيقولك كمان معلومة مهمة انه هو يعني هو مالوش ضعب الانتي بادي رياكشن هو ليه علاقة بس بالانهيباشن بتاع الانتي بادي فورميشن لكن مالوش ضعب الرياكشن اللي بيحصل ما بين الانتي بادي وما بين الانتي بادي طيب ليه كمان انتي شوك وانتي استرس افكت علشان كده للناس اللي بيبقى شوك ده جاي ضغطه واقع وكده فبتلاقي بيعلق له مثلا انصالين ومش عارف ايه يقولك يحط عليه انبول ديكسا بول ديكسا اللي هو ديكساميسازون او الكورتيزون من الحاجات اللي هي الانتي شوك افكت خامس حاجة ليه افكت على البادي جروس انه هو بيقلل الجروس دي بقى حاجة سلبية يعني هو بيقلل الجروس ليه علشان هو بيضاد عمل الجروس هرمون علشان كده الشخص اللي بيبقى عايز يبقى بادي بيلدر بقى وبتاع فالمفروض انه هو بينام بالليل علشان ده الوقت اللي بيتفرز فيه الجروس هرمون وكمان اه ما يطلعش بقى فيه الكورتيزون ويضاد عمل ايه الجروس هرمون ده طيب الاكشن بقى اون بلود طبعا الخلايا اللي ليه علاقة بالانفراميشن وليه علاقة بالالرجي الليمفوسايتس والإزينوفيل والحاجات دي كلها هتقل تمام اللي سألين اما ايه اللي هيزيد الاربسيز هتزيد وهيزيد كمان البلايتليتس تمام بيقولك كمان انها بتقلل صعي بتاع الليمفنود والسبرين والصايمس احنا قلنا اي حاجة لها علاقة بالاميونيتي او لها علاقة بالانفراميشن حجمها او عددها هيقل طيب سابع حاجة الاكشن بقى على الاسكين والكونكتف تشو لكن هو بيقلل الكونكتف تشو فورميشن اللي هو الكولاجين يعني سينسس بيقلل السينسس بتاعه وبالتالي الشخص ده لو اتعور مثلا او حاجة هيبع عنده الوند هيلنج بتاعه ضعيف جدا عن الشخص الطبيعي ان السكين بتاعه سين وكمان ما عندوش كولاجين فورميشن كويس وزي ما قلنا ما فيش فايبر ستيشو فورميشن كويس طيب تامي الحاجة الاكشن بقى على البون هو بيقلل طبعا الكونكولاجين سينسس دي اول حاجة والبون فيه كولاجين التاني حاجة هو بيقلل برضو الكالسيوم اللي موجود في البون بشكل يعني بشكل انديركت اللي هو عن طريق بيروح ليه الباراسايرويد هرمون يزوده فبالتالي الباراسايرويد هرمون اصلا كان بيعمل موبولايزيشن للكالسيوم من البون ويودي الدم فهو هيعمله ستيمريشن تاني حاجة هيروح كمان للانتستان ويخليها تقلل الابزورشن بتاعها من الكالسيوم وكده يبقى يقالل الكالسيوم عموما تالت حاجة بيعمل انتاجنايزينج افكت على الفيتامين دي بعد كده الاكشن بقى بتاعه على الكاتيكولامين قالك ان الكورتيزون ده مهم جدا في تصنيع الكاتيكولامين ولذلك يعني يعني بتبقى ليه حاجة اسمها بريميزف افكت اللي هو يعني اكتيفاشن ليه الفورميشن بتاع الكاتيكولامين دي ده كده بالنسبة للايه للافكت بتاعهم نيجي بعد كده على الايه الساكس هرمونز الساكس هرمونز هم بالتحديد الاندرجن يعني بتتفرز منين؟ بتتفرز من الزونا ريتيكوليرز طيب بتنكلود ايه؟ بتنكلود الاندرجن زي ما قلنا او اللي هو حاجة بنسميها الداهية اللي هو دي هايدرو ابي اندروستيرون دي هايدرو ابي اندروستيرون اللي هو يعني الداهية تمام؟ وفي فيري فيري سمول امونت من الايه؟ من الاستروجين طيب الاكشن بقى بتاعهم ايه؟ طبعا لها فيتال رول في الساكشوال ديفلوكمنت والريبوداكشن والجنرال هيلس بواجهة عامية الكاتيكولامين زي بقى بعد كده الادرنالين والنور ادرنالين بيتفرزوا الاتنين من الادرينا المضالة بنسبة 80% ادرنالين وبنسبة 20% نور ادرنال healing الكنترول بتاعهم بيتفرز طبعا فين؟ في الاوقات اللي بيكون فيها استرس też مثلا في ايه بان في زي ما قلنا في جراحة الجسمي كل بيكون في حالة استرس في هايبوكسيا، هايبوغلايسيمية، هايبوفوليميا، هيبوتنشن اي هايبو الجسم بيكون فيه في حالة إيه؟ في حالة استرس طيب ايه بقى الاكشن بتاعها عندنا برضو ليها كذا اكشن اول حاجة متابوليك اكشن الاكشن بتاعها على الاكسرين بتزود الاكسرين كونسومشن ومنها بتزود الاكسرين كونسومشن دي حاجة اسمها كالروجينك اكشن تمام؟ ده هو استهلاك الاكسرين استهلاك الخلية او حرق الخلية للاكسرين معدل الحرق تاني حاجة الكاربوهايدريت متابوليزم هي برضو ليها هايبرجليسيميك افكت عن طريق إن هي بتزود الهيباتيك جلايكوجينوليسيز الجلايكوجين بتخزن في الليفر تزود بقى اللايسيس بقى اللي هو يعني يتكسر ويتحول لإيه يتحول لجولوكوز ماشي فبالتالي هلاقي العين ده أو الشخص ده يعني عنده هايبرجليسيميا وكمان ممكن لقي عنده جولوكوزوريا طيب ليه بتبقى ميتابوليزم هو ليها لايبوليتيك أكشن يعني برضو بتكسر الدهون تمام بتزود ريليز للايه للفري فاتي أسد على السكيلتا المصل بتعمليه حاجة اسمها أوربلز فينومنا أوربلز فينومنا ده إن الشخص ده يعني عشان نقربها إن الشخص بيكون في حالة سترس الشخص بيجري من حاجة هربون من حاجة فجسم كله في حالة سترس تمام فأنا محتاجة إن السكيلتا المصل ما يحصلهاش فاتيج بسهولة تمام فده اللي بيعمله الكورتزون سوري الكاتيكولامينز تمام إن هي بتخلي الفاتيج ده يحصل دليت شوية عشان ندخليها السكيلتا المصل القادر الإمكان تطلع الطاقة يعني اللي عندها منجر ما يحصل فيها إيه فاتيج تمام عن طريق طبعا إن هو بيزود لي الجلايكوجينوليسيز الجلايكوجين اللي موجود فيه الكبد والعضلات اللي اتنين بيحصل لهم جلايكوجينوليسيز ويطلع لي منهم كمية جولكوس كويسة قوي تديني طاقة كويسة وبالتالي يحصل دليت إيه فاتيج ودي اللي بنسميها أوربلز فينومنا ده كده بالنسبة للإيه للمتابوليك بعد كده الأكشن بقى على أول حاجة بالنسبة للسنترال نيرفوس سيستمس ينقس هيبقى لها إجزايتاتري إيفكت همرينا ما شفنا حد في حناقة ويحس إنهو عايز ينم ماشي بيخلي الشخص ده ألرت وأورنس وإيه بيزود يعني إجزايتاتري إيفكت وكمان بيبقى إيه يدخله في حالة من اليفوريا بالشخص إن الشخص يعني مش شرط إنهو يكون في وضع إنهو سنباساتك شغالي إنهو يكون بيتخانق بس لعادي ممكن جدا يكون مبسوط بزيادة اللي هي حالة الإيه اليفوريا طيب تاني حاجة على الكارديو فاسكولر سيستم أو على السي في اس هو قالك بيعمل إيه لحاجات لحاجات تفتكروا هيعمل لحاجات لإيه أكيد للحاجات اللي محتاجة دم أكتر اللي هي زي زي الكورونري بلاد بيسلز الكوروني بلاد بيسلز هي الشرعين اللي بتغزي القلب فده كله محتاج طاقة علشان الجسم دلوقتي في حالة استرس تكره دايماً الشخص اللي بيجري أو بيهرب من حاجة تمام؟ فإيه ده يحصل فوزو ديليتيشن علشان يروح لهم دم كويس تمام؟ أما هيحصل فوزو كونستريكشن ليه الحاجات اللي هي مش محتاجة دم دلوقتي يعني مش شرط يروح دم للسكن دلوقتي عشان كده تلاقي الشخص الخايف اللي هو يقول لك وشه بقى شاحب من كتر الخوف قال ليه علشان بيحصل فوزو كونستريكشن للكوتينيوس بلاد بيسلز اللي هي الحاجات البلاد بيسلز الموجودة على الاسكن وكمان بيحصل فوزو كونستريكشن للرينا بلاد بيسل طب بنائياً عليه بيترطب إيه بيترطب عليه إن الرينال أو الكيدني ما بتسكتش بتبدأ تطلع إيه رينين وندخل بقى في في السيركل دي علشان تضغط الدم يعلى وهجز الشخص الدلوقتي في حالة إيه في حالة استريس ماشي فدلوقتي هنقول فوزو كونستريكشن على الكوتينيوس بلاد بيسل وربوطه كمان الرينال بلاد بيسلز بلاد بيسلز بالإيه بالرينين أنجيوتينسن سيستم طيب كمان قال لك نوابي يزود الهارت ريت ليها كرونوتروبيك يعني الهارت ريت زيادة أما يعني الهارت ريت زيادة على هيزيد وهيزيد كمان على هيعمل 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 للول ويعمل إيه للسفنكتر علشان ده طبعا مش وقت خالص ده وقت إيه فلازم يعمل إيه للسفنكتر ويعمل للول بعد كده الدستربانس بقى اللي ممكن يحصل في الأدرين الجلند إيام هايبر فانكشن إيام هايبوفانكشن لو هايبوفانكشن فالعيان ده هيبقى عيان اسمه أديسون أما لو هايبر فانكشن فممكن يدخل في ثلاث سندرومات منرولو كورتيكويد لو الألدوسيرون زيادة هيبقى حاجة اسمها ألدوسيرينيز لو الجلوكو كورتيكويد زيادة هيبقى حاجة اسمها نشوف الكلام ده بقى أول حاجة هو هايبوفانكشن للأدرينال كورتيكس كلها بالهرمونز بتاعتها كلها أسبابها إيه ممكن يبقى فيه أتروفي في الأدرينال كورتيكس ممكن شخص ده عنده أوتو إميون ديسيز ولا حاجة فعملت أتروفي للأدرينال كورتيكس أو لو حصل دستركشن للأدرينال كورتيكس بوي كانسر أو تي بي تمام طيب في بقى حاجة حاجة اسمها أديسونيان كرايسيز أديسونيان كرايسيز ده هو عبارة عن عيان عيان أديسون أصلا لكن اتعرض لسترس تمام فبدخل بقى في الكرايسيز دي وأي حاجة فيها كرايسيز ده معانا أنها فيتال يعني المانفستيشنز بتاعتها إيه إن العيان ده هيبقى يعني ضغط واقع سكر واقع حاجة فيتال زي ما احنا قلنا التريتمنت بتاعها طبعا لازم تعمل للعيان ده عن طريق أن تتديله يعني تتديله كمية كبيرة من الكورتيزون تمام وتتديله ترفع له ضغط الدم وترفع له السكر بتاعه قدر الإمكان علشان دي كرايسيز حاجة فيتال المانفستيشنز بقى بتاعت لها علاقة بقى حسب الهرموناس اللي واقع يعني عندنا أول حاجة لو الأندرجن هو اللي واقع فهيبقى عندي لوس للبادي هير تاني حاجة هي اللي واقعت فهيبقى عندي بقى عكس الأكشن بتاع الكورتيزون بقى تمام هو كان هايبر جليسيميك مثلا فدلوقتي واقع فهيبقى عندي هايبو جليسيميا هو كان بيزود فدلوقتي هو واقع فعندي أنيميا تمام فعندي كمان ماصل ويكنس علشان ما عنديش انرجي سورس علشان دلوقتي هو كان هايبر جليسيميك فبيديلي جولوكوز فدلوقتي مفيش جولوكوز ففيه ايه ماصل ويكنس العضلات مش متغذية كويس كمان عندي سكن بيجمنتيشن يبدأ يحصل تزبغات في الجلد بالتحديد في الأماكن المعرضة للضوء وكمان الأماكن بتاعت اللي هي ده نتيجة لإيه نتيجة علشان ما عنديش نيجات الفيدباك ما عنديش نيجات الفيدباك توقف الأكتوهرمون المفروض أن نسبة الكورتزون في الدم هي لما بتبقى نورمال أو بتبقى كويسة هي اللي بتوقف الأكتوهرمون إنه هو ما يطلعش والأكتوهرمون ده زي ما أنتم عارفين إنه هو ليه أكشن على الميلانوسايتس الميلانوسايت الإنزائم يعني أو الهرمون اللي بيشتغل على الميلانوسايت تمام فبيزود الأكشن بتاعه فبتزيد التصبغات بتاعت الجلزي تمام طيب المنفستيشن بقى اللي ليه علاقة بالالدستيرون ذات نفسه الأكشن بقى بتاع الالدستيرون بزيادة يعني هو بيعمل هايبو ناتريميا وبيعمل كمان دي هايدريشن ما فيش مية ولا فيه سوديوم بس فيه زيادة في الهايبر إيه في البوتاسيون فيعمل لي هايبار كاليميا والهايبار كاليميا زي ما قلنا يعني هايبار كاليميا تساوي أسيدوزي ده داييريكتوكوز للأسيدوزي سيعني ماشي؟ طيب ده كده بالنسبة للإيه الملفستيشن بتاعت الأديسون دي سيزي بعد كده خلاص إحنا خلصنا الهايبو فانكشن ندخل بقى على الهايبار فانكشن عندي زيادة في الإيه في الألدستيرون هرمون أو المرض معنا اللي هو الإيه الألدستيرونيزم هيبر سيكريشن للألدستيرون أي حاجة هيبر سيكريشن البرايميرAYكوز بتاعها انه هو فيه ادينومة او فيه هايبار بليزيا فى المكان اللي بيفرز الهرمون ده يعني انا عندي هنا البرائميريكوز فى الالدستيرونيزم هيبربليزيا فى الزيدوناجروميلولوز تمام؟ اه المرض ده بنساميه البرائماري الده بنسميه كونزي دي سيزي مهم جداLa Premiere linking to diseases طيب تاني حاجه testing ultrasound الالدوستيرونيزم ده نتيجة بقى حاجة انك قال لك ان انت الالدوستيرون زاد نتيجة لأي نوع من انواع الاديمة اللي هما زي مثلا هارت فيلير رعين ده بيبعنده مثلا سيستيميك كونجيشن جسم كله حابس مية نفريتيك سندروم برضه عنده اديمة هباتك اديمة توكسيميا اوف بريجنسي اي اديمة من انواع الاديمات دي بتعملي سكندري الالدوستيرونيزم طب ليه؟ قالك علشان الاديمة بتؤدي الى رينا لسكيميا وطالما حصل رينا سكيميا يعني البلوت فلو اللي رايح لكيدني يقل فده هيخليها تفرز رينين كتير وطالما الرينين زاد فده هيخلي الالدوستيرون يتفرز بزيادة جدا تمام؟ تاني حاجة قالك ان الالدوستيرون هيقدي الى ان اكتيفشن للالدوستيرون ومفي اكتيفش من الالدوستيرون فبالتالي ما عنديش نجات الفيتباك فالالدوستيرون ايه عمال يزيد الاعراض بقى بتاعة البرايمني و plaimary و secondary aldoستيرونيزم الفرق ما بينهم خلينا نلخص الجدول دا بس وناخد الحاجات المشتركة الاول عندنا الحاجة المشتركة مبينهم كلهم عندي هايبو كليميا هنا وهنا هايبو كليميا عندي هايبرناترميا وهنا هنا هايبرناترميا الحجات البداي هيا بقى الله ها زادة الألدوستيرون فيه هي زيد الكالوزيس التابعة هي انتة كمان الكالوسيس و هنا برضو عندي اللي حاصل الكالسيوم هي عل فيه المصل وبالتالي يحصل تيتامي معين دا يدخل فيه الحاجه برضو المشتركه جدا منهم التي اتنين فيه فيه اديمه بس بقى الفرق بالائديمه فيا ين عندنا عندي هنا الب看تل Orlando terrorism الكالوسيوم الألدوستيرون فالالدستيرون زاد فزاد السوديوم عمل لي هايبر ناتريميا وزي ما قلنا السوديوم ما بيزدش لوحده السوديوم بيجي بيسحب معاه مياه ملح ومياه تمام فالأديمة اللي حصلة دي سبابها هنا الرئيسي الالدستيرون تمام ده في البرايم أما السكندري الأديمة اللي حصلة بيبقى اسمها بوتنشيات أديمة بوتنشيات أديمة يعني الأديمة اللي حصلة مش سبابها الرئيسي هو الألدستيرون ده هو الألدستيرون زايد نتيجة للأديمة اللي كانت في الجسم أصلا ماشي؟ طيب ده كده اول فرق ما بينهم تاني فرق اننا عندنا فيها حاجة اسمها Aldosterone Escape Phenomena Aldosterone Escape Phenomena دي ببساطة هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن ان الاديمة اللي بتحصل في الجسم الجسم بيقدر يتصرف فيها شوية بيقدر يمناج من بيها شوية عن طريق حاجة اسمها Atrial Natriuretic Beeptyde الاتريال Natriuretic Beeptyde ده هو عبارة عن Beeptyde بيتفرز من الاتريا اللي موجودة في الهارد تمام؟ واسمها ناتريوريتيك يعني بتعمل ناتريوريسيز ناتريوريسيز جاي من السوديوم يعني اللي هو ناترينيا وكده ناتريوريسيز يعني بيطرد السوديوم بره والسوديوم مش هيتطرد لوحده فهيطرد الميا معيه فهيبقى ليه كمان حاجة اسمها Dioresis يعني مدرة للبول فالميا هتطلع ويطلع معيه ايه سوديوم تمام؟ وبالتالي الجسم يبقى عمل مناج منت شوية لالاديمة اللي حصلت دي دي اللي بنسميها Aldosterone Escape Phenomena فتكرو تاني Aldosterone Escape Phenomena يعني اتريال ناتريوريتيك بالطيب ناتريوريتيك يعني بتعمل لي ناتريوريسيز وبتعمل لي داوريسيز يعني بتضردلي السوديوم وبالتالي بتتضردلي الميا فتصفي الجسم من الاديمة اللي ايه اللي حصلت دي لابده الفرر ما بين البرايمري و الساكندري بعد كده بقى الكوشينج سندروم كوشينج سندروم يعني زيادة في الجلوكو كورتيكويدز هايبر سكريشن او في الجلوكو كورتيكويدز اكتر هرمون ممكن يزيد امتى ممكن يزيد في حالة الانتيرو بيثيوتري اذينومة مثلا يعني فبتزيد اكتر هرمون بيزيد جدا فبالتالي ايه يزيد البتاع ده اللي هو الكورتيزول هندلن كوشنجيز دي الصورة بتاعته هنلمي فيها المنفستيشنز بتبقى ظاهرة كلها اول حاجة عندنا فات باد اول اللي هي البافلو هام اللي هو اكيوبليشن للفات في المنطقة دي تري حاجة بيعندي سن لج وارمز علشان بيحصل موبولايزيشن للفات بيحصل لايبوليزز هنا يعني الاماكن الطبيعية اللي الدون بتتخزن فيها لو شخص بدأ يدخن شوية مسلا يبدأ يحصل فيها لايبوليزز والدهون يحصل لها موبولايزيشن منها فهيبقى عندي سن لج وعندي سن ارمز تمام عندي كمان سكين بيجمينتيشن او بروزنج زي ما قولنا بيبقى فيه نتيجة لزيادة الاكتو هرمون ده يعني عندي كمان ستريتش ماركس هنا او بنسميها سترايا تمام سترايا او ستريتش ماركس بتبقى بيربلش شوية ودي نتيجة لان الجسم البروتين بتاعه بيحصل فيه كاتابوليزم في السكين وكمان ما عنديش اللي هو كونكتف تيش و فورميشن فبالتالي بتعملي ايه ستريتش ماركس دي طيب كمان بيبقى عندي اكسترا فيس وبادي هير تمام بيبقى عندي حاسما هيرزيوتزم اللي هو اكسترا فيس وبادي هير ماشي وكمان الشكل اللي قدامنا ده اللي هو المون فيس برضو اكيومليشن الفات في الايه في الفيس طيب ده الكلام اللي احنا قلناه كله موبلايزيشن وديبوزيشن والبروتين كاتابوليزم تمام نقول بس الزيادة عليهم اللي هو الهايبرجليسيميا اللي بتبقى حصلة ده بيدخل عيان في حاجة اسمها الدينا ديابيتس ويه الارباسيز لما بتقلي والليمفوسايد لما بتقلي ده كده يخلي العيان منعته بتضعف عشان كده شخص اللي برضو بيمشي على كورتيزون كبير بيجيله سكر وكمان بيجيله منعته بتضعف بيصب امرات كتير جدا مويلد منور الكورتيكويز اكتيفتي اللي هو بيبقى عندي هايبرناتريميا وهايبوكاليميا عشان هو الاكشن بتاعه شوية بيشبه الايه للألدوسيون طيب ويه بيحصل له هيرزيوتزم زي ما احنا شوفناه في الصورة بعد كده بقى عندنا تاني حاجة من الهايبر فانكشن الادرينوجينتل سندروم ادرينوجينتل سندروم يعني زيادة في السيكس هرمون او الاندرجن بالتحديد بتعتمد على الاج وعلى السيكس حسب هو ميل ولا في ميل وحسب هو قبل ولا بعد البيو بيرزي لو هو تشايلد ميل هيحصل له حاجة اسمها بريكيشاس بيو بيرزي لو هو ادلت ميل اللي هو بلغو مبكر يعني لو هو ادلت ميل مش هلاقي عنده منفستيشنز اصلا لانه خلاص وصل للبلغو بسلامه خلاص تاني حاجة تلت حاجة لو هي في ميل قبل البيرز فهتعملي حاجة اسمها زودو هيرمافروديزم تمام اللي هي يعني بيبقى فيه هنتكلم عنها دلوقتي مهم يعني عندنا لو في ميل افتر بيرز هيعندها حاجة اسمها فيراليزم او فيراليزم دي بتبقى في ميل بتظهر عليه السيكاندري سيكشور الكاراكترز بتاعت الميل اه زي ما قلنا هو لو ميل يحصل له بريكيشوس بوربيرتي الاعراض بقى بتاعت البريكيشوس بوربيرتي ايه؟ طبعا هو بيبقى طفل بس شكله شكل حد كبير يعني هنزيد المسكولاريتي بتاعته بمصر الكنتنت في جسمه يزيد البودي جروس يزيد يطول ويكبر بشكل مبالغ فيه ان هو طفل يعني بريكيشوس ديفلوبمنتل للميل ساكندري سكشور الكاراكتر زي الصوت بقى وزيادة في البودي والبيوبك والأكزيلري هير تمام؟ وزي ما قلنا لو هو ميل مش هيبان مش هيبان دي علشان هو بالفعل بيبقى عنده تستيسيرون تمام؟ تستيسيرون هرمون بيبقى يظهر له بتاعته بشكل طبيعي جدا فببقى بانش حاجة طب الفرق بقى ما بين الزود وهيرمافروديزم والفيراليزم الاثنين دول بيحصلوا ايه؟ بيحصلوا لو في ميل قبل ما هي تتولد زاد نسبة الاندرش في الجسم الزود وهيرمافروديزم دي عبارة عن ان الفيميل دي بتبقى XX تمام؟ يعني الجينات الكونتينت بتاعتها والجوناتز بتاعتها بتقول ان هي في ميل اما الاكسترنا جينتاليا بتاعتها بتقول ان هي ميل ماشي؟ ففيه اول عكس صحيح يعني انه ممكن تبقى XY وي الاكسترنا جينتاليا بتاعتها في ميل ماشي؟ الاسباب بتاعتها بيحصل كونجينتال كريز يعني في الانزايم اللي بيصنع الكورتيزون ماشي فالكورتيزون بيقل نسبة كورتيزون بتقل في الدم فبالتالي مفيش فيدباك فيحصل زيادة في الايه؟ في الاكتوهرمون الاكتوهرمون يزيد الاكتوهرمون يزيد هو عمال يزود الهرمون بتاعت الكورتيكس كلها فهيزيد من ضمنهم الايه؟ الاندرشن ولما زيد الاندرشن فهيحصل بقى ايه؟ الموضوع ده؟ ايه المنفستيشن اللي هتزهر؟ هتزهر انلرجد ليبيا ميجورا وكليتروز تمام؟ لان هي شكلها بتبقى غرب شوية للميل فتبقى انلرجد عن طبيعي ان هي كافيميل يعني كمان بيبقى عندي اطروفك ليبيا مينورا ويوترس وفاجينا عرفوا ايه انلرجد وايه الاتروفك تمام؟ الاتروفك اللي هي الحاجات ليبيا مينورا واليوترس والفاجينا دول بيبقى اطروفك كالوس تمام؟ اللي برا بقى اللي هو اللي بيامجورا والكليتروز بتبقى واخدى شكل الميل شوية فدول اللي بتبقى ايه طيب ده كده بالنسبة للزود وهيرمافروتزم بعد كده عندي الفيرالزم الفيرالزم هو زيادة في الأندرجن بس بعد المالفيميل دي خلاص بيبقى توليد ماشي فبيبقى السبب بتاحها أدينوما أو هايبر بليزيا في الزونا ريتيكولارزم ماشي فبتزود إفراز الأندرجن والمنفستيشن بتاعتها بتبدأ تظهر عليها السكندري سيكشو والكاراكترز بتاعت الميل هايجريتزم بقى وديب فويس والمسل بلك تزيد ويحصل لها أميلورية وأتروفي للبريستو الجينياتاليا بتاعتها علشان كده هي يعني السكندري سيكشو والكاراكترز بتاعتها كفي ميل هي اللي بتبدأ ايه تخطفي آخر حاجة معنا اللي والفيو كروموسايدومة ده عبارة عن تيومر في الأدرينا المضالة وترامل أدرينا المضالة حصل فيها تيومر يبقى الحاجة اللي بتفرزها تزيد اللي هو الأدرينالين والنور أدرينالين المنفستيشنز بتاعتهم طبعا بيزيد البي ام ار أو البيزل متابوليك ريت معدل حر الجسم بيزيد تمام عندي كمان تاكي كارديا وعندي بلبتيشن علشان هو كان ليهم كرونوتروبيك وإينوتروبيك إفكت لو فاكرين عندي كمان هيحصل هايبر تنشن هايبر جلاسيميا برضو هيحصل من ضمن الحاجات بتاعة الإيل في كروموسايتو هايبر تنشن وهايبر إيه جلاسيميا هشخصها إزاي هشخصها ببساطة عن طريق إن أنا هعمل وهلاقي نسبة الكاتيكولامينز زيادة فيه فكده إيه ببدأ بقى عمل وأبدأ أشوف الموجود في الأدرينا المضالة ده وتعامل معاه وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو مراجعة بتاعتنا أتمنى تكونوا استفدتوا لو عندكم أي أسئلة ابعتوها لنا أو سبوها لنا في الكومانتز وتفيق ربنا يفاقنا يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته